السلام عليكم اتمنى تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم مراخرة على القناة فيديو جديد ووصفة جديدة من حلويات العيد الاضحى وهذه الحلوة من حلويات الزمن الجميل قديمة بثاف سوف نشاركها معكم بسيطة وسهلة وتوجد غياء سوف نعطيكم المقادير وأنا سوف نحاول سوف نحاول المقادير في صندوق الوصف سوف نحاول المقادير ممكن تضعفه 500 جرام كوكاو محمر و طحون تجعله مهرمش مهرمش احسن انا اتمنى مهرمش انا اتمنى مجموع 150 جرام مجموع مجموع 100 جرام و 200 جرام الطحين و بالنسبة للزبدة و بالنسبة للزبدة يقوم بمية وخمسة وعشرين جرام وهي يعني صحيحة يعني شدة فرصام اللي دابت عبرت مية وخمسين ميليليتر يعني وهي دايبة بالحق استعملت غيم مية ميليليتر شدت لي خمسين ميليليتر دابت تشوفوا معي ان شاء الله عندي ديك نسمعي القادية القرفة ممكن تنسمو باي حاجة بغيتو ماشي داروري وخال قاوكاو يجي معان القرفة حسن او ممكن ديرو لنكها دي الكراميل هنا في القصرية ولا في اي ايناء ينسبكم باش تجمعو هاد الحلوة درت القاوكاو والسكرسان يدام مية جرام ميتين جرام دي القطحين و ديك القرفة غادي نبدا نخلط يعني مقادير بسيطة ما فيهاش هاد الحلوة ما فيهاش كتلك المقادير غادي نبدا نخلط ديك المقادير اللي درت و غادي نبدا فحالي كان نرمل و كان نضغط بديع لديك القاوكاو باش يخرج ديك اللي دام ديالو خصوصا انا هنا عندي القاوكاو مهرمش يعني ما كيخرج دام ديالو بزاف اما الي كان مطحون مزيان رغتي تحتاجو كمياء اقل ديال الزبدة هنا القاوكاو محمر سواف الفران تدهنوه بوحد شوية ديال الزيت و تدخلو الفران او لا تقليو في الزيت و تصفيوه مزيان ماشي مشكل هنا من بعد ما خلطت مزيان من اللي كتهزو ديك الخالط كتكيو علي بيتكم فحالي لا كيبغي تتجمع يعني ديك الكاوكاو خرج ديالو مزيان و دبا كان بدك ندير الزبدة في هاد المرحلة هدي ما غيهزليش ديالو بزاف لان الكاوكاو خرج ديالو غنبقى نزيد غير بشوية بشوية ما تزيدوش الزبدة مرة واحدة و الا غادي جيكم العجينة جارية هنا كيف ما قلت لكم الزبدة عبرتها وهي مدوبة مية وخمسين ولكن هزكلي غيمية ميليليتر اللي هي واحدة الكمية صغيرة بزاف غادي نبقى نخلط و كانت كيبيدي يمزيان على ديك العجينة باش يبالي واش نزيدلي دم ولا بركة هنا هاد الحلوه هدي ما كتحتاش الخميلة ديال الحلوه وساهل لو كتوجد ضغيص صراحة و كيف ما قلت لكم يعني تنجح معاكم اول تجريبة و خصوصا المبتدئات هنا صافي مليكن هز العجينة و كانتكورها كان نحس بانها كتكور فيديو ما كتفتتش صافي كان حبس ما كان زيتش الزبدة و كانج معها هنا إلا بغيتوا تقلوا عاد من الكمية ديال الكوكا و تزيدوها الطحين ممكن ولكن إلا درتوا الكوكا وكتر متققق كتجي الحلوه شيش اكتر هنا هدي هي الزبدة اللي شا تطلي غادي نعبرها معاكم يعني شا تطلي غير واحد شوية و صافي كتجي الحلوه لها ديشكل هدا كيف ما قلت لكم تبدأ كتتكور صافي كتحبسو و ما كتخليوها لا تبرد لوالو يعني مباشرة غادي نشكلوها هنا عندي واحد الصفر ديال البيضة غادي ندهنو بها الحلوه باش يلسق عليها ديك الكوكا والتزيين نزيد معها واحد شوية ديال الباني اختياري غير باش تحييلينا ديك ديك الزفورية ديال البيض او لديك الرحالي كتكون مجهدة غير يعني ماشي مقبولة كانت تررب ديك الصفر ديال البيض او لديد واحد شوية ديال حليم ماشي مشكل صافي كان خليه حدايا و عندي ورق الزبدة واحد القطعة اخطرو الحجم اللي كينسبكم هنا ممكن تقطعوها مدورة او لهيلاليات ماشي مشكل كندير ورق الزبدة ملتحت ملتفق غير باش مات يعني ما تبرستنيش في الخدمة ما هي واخدت وما تلسقش في تلك الاولو كندير القطعة ملتحت ديال ورق الزبدة والقطعة ملتفق وكتبدأ وكتسرحوها بتلك هنا الحجم اولا السمك ديالها كيرجع ليكم ممكن تديروها رقيقة ماشي رقيقة بزاف وانما متوسطة بحالي انا اولا تزيدو تخليوها شوية يعني تخليو ديك العجينة شوية غليضة كجيه شيشة بحال بحالي يعني ما غيترالها والو هاد الحلوة كجيه شيشة لان فيها الكوكو وغالب على الطحين وكيف ما قلت لكم بلخمارة بلولو كجي روعة وكتفتت والريحة ديالها غزالة بزاف خصوصا مليك تطيبوها ديك الريحة ديالكوكو كتكون عاطية الصرحة كتشهي هنا بعد ما سرحتها غادي ناخد القطعة كيف ما قلت لكم هنا انا كنت هو الجوانب باش الجوانب غير باش نجيني يعني قد قدو كل مرة كنجمع العجينة وكنعود هنا كنقطع بالقطعة كيف ما قلت لكم الحجب اللي كي يناسبكم ممكن ديروها هيلاليات حتى بدك شكل كد يغزالة بزاف وكنهزها بواحد سباتول اولا بواحد سكين بحل بحل انا كيف ما قلت لكم هدا هو الحجم اللي درت لها ممكن زيدو تديروها شوية غليضة كتجيزوينة بحل بحل وكنحطها في واحد اللاطة ديال الفران اللي مفرشة له واحد القطعة ديالورق الزبدة كتسهل علينا المؤمورية يعني ديك الورق الزبدة ضغية ضغية ممكن تلصق الحلوة ما كانحتاجو لندهنو اللاطة بشي حاجة لا والو وكان اخدهم بشوية بشوية هاد هاد العجينة رهارت بكيف ما لحتو كتبال اللي يكون في الفيديو ما كتجيش قاسحة بزاف لاني اللقص حطو العجينة الحلوة ما غا تجينش هشيشة بزاف يعني ضروري تخليوها ها كارتبة وحتى العجينة ملي كتجمعوها او تاني رمكت ماشي بحال اللعجينة ديال الصبلي مخصقو مشتعجنوها هادي ماشي مشكل كتجمعوها عادي وكنحط عليها او تاني القطعة اخرى ديال ورق الزفدة كنسرحها على السمك اللي بغاء انا وخغير باليد كيف ما قدلكو مرار طبه بزاف ضغيه كتساعد وكنبدأ كنشكل بنفس القطعة وكنحط حدايا في اللطة هنا اه في هاد الوقتة هادي انا سخنت الفران اعلى متى وسبعين دراجة يعني مدر التى 180 Environment هي دراجة متوسطة نقصت واحد شويаний وكندخل تاديالي كنشعلها غير من التحت لان fliesكتشمع من الفوق احتيت كتبهن لينا بدات كتحمر مجناب عاد كنش متشعله من فوق وكننقللوها كتحمر هنه منبعد يعني اشرحت لكو نضيف القوقو المرحلة الاختيار يجب ان تزيدها نضيف القوقو كنكمل الكمية اللي عندي كاملة أنا هنا خرجت لي هاد الكيمية اللطة ونص عليه نجو جت اللطة من هاد يعني الحجم ديال الحلوة اللي درت لي هي متوسطة كنكمل كندهل الحلوة ديالي كاملة كنشعلها كوكو وكيف ما قلت لكم كندخل هالفران حتى كتدهب وكتحمر كتجغزها لبزاف ومليك تحمر كتعطي المدق يعني ما تخليوهاش بيضا ضروري تحمر واحد شوية ديك التحميرة اللي كتكون خفيفة بزاف كيف ما قلت لكم الفران يكون مشعول غي ملتحت في اللول حتى كتبدأ كتشمع وكتاخد اللون خفيف عاد كنشعلوا عليها من الفوق كتتكمل كطياب كتجي على هاد الشكل هادا بعد ما طابت كتجي غزالة بزاف هنا عندكم الاختيار وكتجي محمرة حتى ملتحت حيث دايرين درجة الحرارة ناقصة مية وسبعين باش كدجي محمرة كاملة هنا بغيتوا تخليوها هاكا خليوها بغيتوا تغبروها كيف مادرت انا بواحد شوية ديال السكر غلاس رشخ في فوصة في يعني ما نغبروهاش بزاف باش يبالينا ديك الكوكاول اللي درنا من الفوق وديك الكوكاول اللي درنا ما كيتاحش كيف ما قلت لكم شفتي را ارا شفتي ويعني كان قلب الحلوة ما كيتاحش ديك الكوكاول اللي تسقنا بسفر ديال البيت وها هي الحلوة ديالنا وجدة كدجي غزالة بزافة شيشة وكتوجد بسرعة يعني نص ساعة كتكون عندكم الحلوة وجدة ها هي انا قدي نقسم معاكم وحدة ان شاء الله وكدي محمرة من تحت اللون ديالها موحد كدي غزالة وشيشة والريحة ديالها عاطية نتمنى منكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وإلى جربتوها سيفتولي تطبيقات ديالكم على الانستغرام قدي نخلي لكم الرابط كيف ملعدة في صندوق الوصف شكرا لكم لمتابعة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم